اشتركوا في القناة مقاليد الحكم منوها بما تحقق منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم باهدافها من انجازات على كافة الصعود مؤكدا اهمية مضامين الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بهذه المناسبة وفي هذا الصدد وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الى اطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع والبرامج والفعاليات المتنوعة احتفاءا بعام اليوبيل الفضي خلال الفترة من شهر مارس الجاري لغاية شهر ديسمبر من هذا العام وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فقد رفع مجلس الوزراء اصدق التهاني الى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم دعيا المولى جلت قدرته ان يجعله شهر خير على مملكة البحرين وابنائها وعلى الامتين العربية والاسلامية ثم امر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح وترميم وتأهيل 32 مسجدا تابعا لادارته الاوقاف السنية والجعفرية في كافة محافظات مملكة البحرين وذلك في اطار خطة تطوير الجوامع والمساجد ووجه سموه بتوفير الميزانية اللازمة لتنفيذ خطة اعمار بيوت الله ومواصلة اتباع المعايير الحديثة والتصاميم الاسلامية في بناء وتطوير المساجد كما وجه سمو وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بسرعة البدء في التصميم والبناء والترميم والتأهيل ثم تابع المجلس النتائج التي تحققت على صعيد توفر السلع الاستهلاكية في الاسواق من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق لما يضمن استقرار اسعار السلع منوها بالجهود المشكورة التي بدلتها وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والقطاع التجاري لتوفير السلع وضمان استقرار اسعارها خلال شهر رمضان المبارك بعد ذلك رحب المجلس بفوز جواز السفر الالكتروني لمملكة البحرين بجائزة افضل جواز جديد لعام 2024 في منطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا ضمن جوائز الطباع الامنية العالية مؤكدا ان هذا الفوز يعكس تميز الكوادر البحرينية التي اشرفت على تصميم جواز السفر الالكتروني لمملكة البحرين بعدها نوه المجلس بما يتمتع به ابناء البحرين من حرص على الاسهام في مسيرة البناء والتنمية يدفعهم شغف الانجاز والانتماء الوطنية وذلك في ضوء التنويه بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطنية حيث اشهد المجلس بالمبادرات التي تطلقها وزارة الداخلية ودورها في تعزيز الشراكة المجتمعية وتعميق الانتماء الوطنية بعدها قرر المجلس ما يليه اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة معالي وزير الداخلية بشأن تصنيف عدد من الكيانات والافراد كجهات ارهابية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن حصة مملكة البحرين في تمويل استراتيجية النقل البري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن طلب الموافقة على انضمام الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الى مبادرة مرصد الفضاء من اجل المناخ مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول انضمام مملكة البحرين إلى مبادرة تحدي إدارة الكربون مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين وهيئة تنظيم الاتصالات بجمهورية جورجيا الديمقراطية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في منتدى الطاقة الدولي أوبك 2024 نتائج المشاركة في المؤتمر العالمي للهواتف المتنقلة نتائج المشاركة في المؤتمر التقني العالمي ليب 2024 نتائج المشاركة في الدورة الثلاثين للجنة حقوق الإنسان ذوي الإعاقة نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لسلامة الأغذية الخليجية نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري المشاركة في الاحتفال بمناسبة الأصول إلى 100 مليون سائح محلي ودولي إلى المملكة العربية السعودية في عام 2023